قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية لتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي دع الرئيس السيسي كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام تبادل المحتجزين والأسرى وفي اتصال هاتفي بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد النهيان تطورات التحركات الإسرائيلية الأخيرة وتبادل الوزيران التقييمات حول احتمالات شن القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية كما شدد الوزيران على أهمية عدم إضاعة الفرصة المتاحة لتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس ووقف نزيف الدماء لبضعة أسابيع يقود إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة أعلنت حركة حماس أنها أبلغت الوسطى المصريين والقطريين بقبولها مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيث أبلغ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر بموافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار وأوضحت حركة حماس أن المقترح الذي وافقت عليه يتضمن وقفا لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين واتفاقا لتبادل الأسرى والمحتجزين كما أوضح مصدر بالحركة أن مقترح وقف إطلاق النار يتضمن ثلاث مراحل كل منها 42 يوما مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة في الأثناء أكد مصدر رفيع المستوى أن الوفد الأمني المصري تلقى ردودا إيجابية من الطرفين ويكثف اتصالاته للتهدئة يصل اليوم وفد قطري إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بأساطة قطرية مصرية أمريكية مشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصرح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الدوحة تأمل في التوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو على موقفه الواضح إذا اكتياح رفح الفلسطينية وأعلن البيت الأبيض في بيان أن بايدن أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي على آخر مستجدات المحدثات المتصلة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وكان بايدن قد قال لنتنياهو أن اكتياح رفح الفلسطينية سيكون خطأا وأعلنت واشنطن مرارا أنها لا تؤيد شن أي هجوم دون خطة حقيقية لحماية المدنيين طالب العاهل الأردني عبد الله الثاني الرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثات في واشنطن بضرورة التدخل لمنع وقوع مجزرة جديدة في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة وأحذر المالك عبد الله في بيان رسمي أردني من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية ينذر بكارثة كبرى مشددا على أهمية تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف إطلاق النار نهائيا بغزة ومنع أي عمليات عسكرية في القطاع حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش من أن اكتياحا إسرائيليا لمدينة رفح الفلسطينية سيكون أمرا لا يحتمل داعيا الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس لبذل جهد إضافي للتوصل إلى هدنة وقال جوتيرش لدى استقباله الرئيس الإيطالي سيرجيو ماترالا أن اكتياحا بريا لرفح سيكون أمرا كارثيا لعواقبه الإنسانية المدمرة وتأثيره الذي يهدد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه المائتين والرابع عشر على التوالي واستقصف عنيف على مدينة رفح الفلسطينية وغارات طالت مدينة غزة وشمالها في محيط منطقة اليارموك وشرقي جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين من تحت أنقاض المنازل التي استهدفت في رفح الفلسطينية أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء منورات نووية في المستقبل القريب تشارك فيها قوات منتشرة قرب أوكرانيا وذلك ردا على تهديدات قادة غربيين لموسكو باحتمالية إرسال قوات إلى أوكرانيا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم خلال المنورات اتخاذ سلسلة من الإجراءات للاستعداد والاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية حيث ستشارك في تدريبات تشكيلات صاروخية من المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات البحرية انطلقت المرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية في الهند والتي بدأت يوم التاسع عشر من إبريل وتستمر حتى الأول من يونيو المقبل على مدار سبع مراحل هذا وأدلى رئيس الوزراء الهندي نارين رامودي بصوت الانتخابات في أحمد باد ويحق لحوالي مليار ناخب الإدلا بأصواتهم في الدولة الديموقراطية الأكثر تعدادا للسكان في العالم ويصوت الهنود على اختيار ممثليهم في البرلمان الذي يجري الاقتراع لاختيار أعضائه مرة كل خمس سنوات اشتركوا في القناة